مدرسة اخر حاجة حدثت في شابتر 6 عشان نربط مع بعض حدث القصة كلها احنا عارفين طبعا في شابتر 6 اخر حاجة حدثت ان البروفيسور قرر ان يعبر بحر ليدن بروك حد يفتكر كده ازاي هو هيعبر البحر يعني هو نوعه يعبر البحر ازاي حد يفتكر طلب من هانز انه يعمل له مركب عمل ايه هانز قطع بعض الاشجار ربطها مع بعضها يعني نبدأ النهاردة نشوف بعد ما عملوا الرافت المركب ايه اللي حصل بعد كده ده اللي حنشوفه النهاردة في شابتر 7 هنبدأ مع بعض النهاردة في شابتر 7 بالنقاط الرئيسية اللي هلفست الاول العنوان بتاع حلقتنا النهاردة بتاع شابتر 7 كراسينج ذا ليدن بروكسي مرة تانية ده عنوان شابتر 7 كراسينج ذا ليدن بروكسي يعني عبور بحر ليدن بروك النهاردة هيعبوره بحر ليدن بروك قلنا هنبدأ بالمين بوينتز النقاط الرئيسية اللي في شابتر 7 عايزين نكتب مع بعض الكلمات الجديدة كده ونفهم مع بعض احداث الشابتر 7 ده اول سؤال ممكن يجينا في شابتر 7 ممكن يسألك يقولك how long did they travel المسافة اللي سافروها on the leading proxy اللي سافروها في بحر ليدن بروك كتاب كام احنا لسه عالينا حالا عبر ومش يودي ايه one hundred and forty five كيلو متر حاول دايما كده تستخلص المعلومات من المين بوينتز اللي احنا بنقولها لان الكلام ده هتشوف في الاسئلة دلوقتي لو سألك قالك how far أو how long did they travel المسافة اللي سافروها on the leading proxy نقوله one hundred and forty five كيلو متر hands decided to try fishing hands the currer ويجرب السيد he tied a hook الاول what is the meaning of a hook نكتب مع بعض هدا كلمة a hook كلمة hook معناها خطاف يبقى كلمة hook دي اول حاجة في الفوكابلري قبلتنا النهاردة hook معناها خطاف he tied a hook onto the end of a rope كلمة rope اخذناها برضو قبل كده بمعنى حبل he tied a hook ربط خطاف onto the end of a rope في نهاية حبل أو في طرف حبل put some meat on it and throw it into the sea يعني ربط خطاف في الحبل وضع فيه قطعة من اللحم and throw it into the sea رماها فين في البحر يبقى برضو دي موضوع سؤال ممكن يسألك يقولك how did hands try fishing ازاي hands جرب الصيد in the leading proxy تقوله نفس الاجابة اللي احنا شفناه دلوقتي he tied a hook ربط خطاف onto the end of a rope في حبل put some meat on it وضع فيه بعض اللحم and throw it into the sea what happened next إيه اللي حصل بعد كده hands caught strange fish hands start سمكة غريبة it had a flat head لها رأس مسطحة but no tail ملهاش ديل the strangest thing أغرب حاجة was that it had no eyes الأول عندنا برضو من ضمن الفكاب هنا كلمة flat what is the meaning of flat flat بمعنى مستوي أو مسطح يعني السمكة لها رأس مستوية أو رأس مسطحة برضو ده موضع سؤال وسؤال مهمي بيتكرر في امتحانات كثير قوي يقول لي what did hands catch hands start e أو يقول لي what was strange اللي كان غريب about the fish اللي غريب في السمكة اللي start the hands طب نقوله إيه احنا شفناها دلوقتي قلنا he caught a strange fish start سمكة غريبة which was extinct كلمة extinct برضو نكتبها بمعنى منقاردة كلمة extinct start سمكة which was extinct يعني منقاردة سمكة منقاردة it had a flat head يعني لها رأس مسطحة no tail and no eyes ما كانش لها ديل أو عيون a huge sea monster throw the raft into the air they saw other two sea monsters هيبدأ الأول كلمة monster برضو نكتب مع بعض كلمة monster monster يعني وحش يبقى a huge sea monster throw them into the air ده الأول فيه وحش كده رماهم في الهواء شايل المركب بتاعهم في الهواء بعد كده they saw two sea monsters شافوا وحشين تانين طب what did these two monsters do الوحشين دول عملوا يا ترى يلا نشوف مع بعض what did they do شايفين في الصورة طبعا كلنا the two ministers الوحشين the two ministers didn't attack the raft هجموش على القارب they attacked each other هجمو على بعض the fight lasted for two or three hours المعركة استمرت ساعتين أو ثلاث ساعات and finally one of them was killed واحد فيهم قتل واحد فيهم موت الثاني طيب برضو دي أحيانا بيجبها لي في الأكمل وممكن يسألني فيها بطرق كتير أو يعني ممكن يقول لي what did the two sea monsters do الوحشين عملوا إيه الممكن يسألني سؤال تاني في نفس الجزئية دي يقول لي how long did the fight last المعركة استمرت قد إيه طبعا موجودة قدامنا على الشاشة استمرت two or three hours استمرت ساعتين أو ثلاث ساعات كل كلام ده هنشوفو دلوقتي مع بعض في الأسئلة بعد ما ننخلص المين بوينتز they saw a huge fountain of water شافوا نفورة مية كبيرة rising from the sea كلمة fountain برضو بمعنى معناها نفورة they saw a huge fountain they saw a huge fountain معناها نفورة they saw a huge sea a huge fountain يعني شافوا نفورة كبيرة rising from the sea they saw a huge dark shape in the sea it was an island in the Lidenbrook sea island يعني جزيرة وجدوا جزيرة جزء كبير أو في البحر طبعا ده كان جزيرة an island يعني جزيرة and the Lidenbrook and the fountain of water was a geether البروفيسور سمى الجزيرة دي سمها اكسل ايلان جزيرة اكسل and the fountain of water was a geether كلمة geether يعني نبع ماء ساخن يبقى برضو ممكن يسألني يقولي what was the fountain of water نفورة المية كتعبارة عن ايه اقوله it was a geether كلمة geether يعني نبع ماء ساخن نكتبها برضو مع بعض لو سألني what was the fountain of water نفورة المية دي كتعبارة عن ايه اقوله it was a geether يعني كانت نبع ماء ساخن نكمل مع بعض المين points of chapter 7 they landed on the island and began to explore it نزلوا على الجزيرة وبدأوا يستكشفوها the ground trembled under their feet الارض اهتزت تحت اقدامهم the professor named it the axel island البروفيسور سمىها the axel island جزيرة axel طيب حد يفكرني كده احنا في chapter 6 كنا قلنا ان هما they found a big sea لقوا بحر كبير what name did they give it to the sea ايه الاسم اللي اطلقوه على البحر او ايه الاسم اللي اطلقوه البروفيسور على البحر تمام ابن اخوه اللي هو axel بقى تسمها axel island اوكي اه على فكرة احيانا ممكن يسألني يقول لي انا عاوز اقوليكم بس ان السؤال ممكن يجيب طريقة مختلفة شوية لو قال لي which character which character يعني انهي شخصية في القصة was the island named after كلمة named after دي بمعنى سميه على اسم يعني ايه الشخصية اللي تسمت الجزيرة على اسمها ما اقولش بقى axel island ما اقولش انها جزيرة axel لا اقول axel بس هي تسمت على اسم axel طيب لو غير السؤال وقال لي which character was the sea named after ايه الشخصية اللي تسمى على اسمها البحر ساعدت اقوله ليدين بروك يعني تسمى على اسم العالم بروفيسور ليدين بروك اوكي طيب نكمل مع بعض احداث شابتر 7 a storm hit the raft axel wanted to lower the sail كلمة lower بمعنى يدلي axel wanted to lower the sail كلمة lower verb معناها يدلي او ينزل كان عايز ينزل الشراع حاجة معروفة كده عند البحارة دايما لما بيكون فيها عاصفة في البحر بيفضلوا ان هما ينزلوا الشراع علشان خاطر الريح ما تاخدش المركب بتاعه hands axel في اللحظة دي طلب من عمه to lower the sail to lower the sail ان ينزل الشراع and take down the mast كلمة mast اللي هو الصاري بتاع المركب طبعا كلنا عارفين الشراع والماست ده اللي هو الصاري بتاع المركب طلب من عمه ان ينزلهم but his uncle لكن عمه refused عمه رفض طبعا عمه رفض ليه he wanted the storm to take them كان عايز العاصفة هي اللي تحملهم في بحر لدين براك يبقى لو سألني وقال لي what did axel ask his uncle to do axel طلب من عمه يعمل ليه اقول لي he asked him طلب منه to take down the mast ان ينزل الشراع and lower the sail وينزل الشراع طبعا his uncle say عمه قال له ايه قال له he preferred قال له نوب يفضل the storm to take them away يفضل ان العاصفة هي اللي تحملهم وتأخذهم بايد وده اللي حصل فعلا وحنشوف مع بعض دلوقتي قلنا a storm hit the raft axel wanted to lower the sail and take down the mast but his uncle wanted the storm عمه كان عايز العاصفة to take them away شايفين كنا طبعا العاصفة ده طبعا اثناء العاصفة اللي هبت بالنسبة للمركب ايه اللي حصل تاني برضو في العاصفة دي a pole of fire appeared in the sky a pole of fire يعني كرة من النار appeared in the sky ظهرت في السماء it pierced كلمة pierced معناها انفجرت هنكتبها برضو مع بعض chapter 7 احنا قلنا chapter 7 طويل شوية واحداثه كتير وفيه كلمات جديدة كتير كلمة pierced يعني انفجرت كرة النار دي انفجرت as it hit the raft اول ما استضمت بالقارب everything was in blue flames كل شيء بقى مغطى طب لها بازرع and axle fainted واكسل اغمى عليه اوكي يبقى احنا الوقتي في chapter 7 قلنا ان دلوقتي اللي حصل فيه احداث كتير زي ما قلنا قلنا ان هما they found an island لقوا جزيرة سموها اكسل ايلان دلوقتي كمان فيه storm عاصفة العاصفة دي ظهر منها a pole of fire كرة من النار والكرة النار دي مجرد من سلم تقرب axel fainted axel اغمى عليه when axel woke up the storm had stopped and the sea was calm بعد ما اكسل فاء وعد اليه وعيه كان طبعا العاصفة توقفت والبحر بقى هادي the sea they saw ashore وجدوا شاطئ they had crossed the leading brock sea خليوا بالكوا احنا هنا كده عبرنا بحر leading brock وده بنعتبارها a new stage of the story دي مرحلة جديدة في القصة بقى هنتكلم عنها او المرحلة تقريبا الاخيرة في القصة دلوقتي they had crossed the sea عبروا البحر في سؤال احيانا بيجي اسألك يقولك what did they find on the shore of the sea ايه اللي وجدوه على شاطئ البحر وده اللي انتو خدتوه في شابتر 6 في الفصل اللي فات ساعة نقولنا golden sand رمال زهبية bones of extinct animals يظام حيوانات منقارضة giant mushrooms tall trees والحاجات دي كلها طب دلوقتي ايه اللي وجدوه بقى على شاطئ الاخر يعني دلوقتي كده هم عبروا البحر خلاص يعني دلوقتي كده هم على البر الاخر البحر ليلين بروكسي طب نشوف كده وجدو ايه they found bones of extinct animals لقوا برضو عظام حيوانات منقارض they also found a skull of a human يلا نكتب مع بعض كلمة skull كلمة skull of a human يعني جمجومة انسان طب الواحد لو يلاقى جمجومة انسان في مكان يعني ده معناه ايه يعني عشان بس من اعتمدش على الحفظ بس لو انت في مكان معين وجدت جمجومة what does that mean ده معنى ايه؟ معنى ان كان في ناس عايشة في المكان ده يبقى البروفيسور استنتج من وجود skull of a human جمجومة الانسان دي ان كان في ناس عايشة هنا thousands of years ago من الاف الايه؟ من الاف السنين يبقى they found قلنا they also found a skull of a human that meant that people had lived there ده معناه ان الناس كانت عايش هناك thousands of years ago من الاف السنين they came to a forest وصلوا الغابة of tall trees من الاشجار that were pale yellow كلمة pale معناها شاحب طبعا انتو عارفين لما وطبعا دي adjective سفة بما يكون واحد مريض كده بنقول انه شاحب لونه شاحب لونه مخطوف كده التريز اللي هم وجدوها دي where pale yellow pale yellow يعني لونها اصفر شاحب وكمان ايه؟ نشوف مع بعض كده they saw mammoth شافوا حيوان المامث which had long disappeared from the earth حيوان المامث طبعا كلكم خدتوه في تاني اعدادي حيوان المامث ده درستوه في تاني اعدادي في مادة العلوم ده حيوان اكبر من الفيل with longer tasks له انياب اطول من انياب الفيل وقلنا ان it's a very big animal ده حيوان ضخم جدا وقلنا كمان وطبعا كلكم عارفين it's an extinct animal يعني ده حيوان منقرد يبقى لو سألني سؤال what animals did they find on the island on the other shore of the reddenbroxy الحيوان اللي لقوه على الشاطئ الاخر البحر ردنبرو they found the mammoth they found giant mammoth حيوان المامث الضخم طب لو قال لي describe the mammoth اوصف حيوان المامث ده اقول له it's a big animal حيوان ضخم with longer tasks it looks like the elephant ده بيشبه الفيل طب قلنا اكسل عرفها ازاي اكسل عارف ان ده حيوان المامث ازاي اكسل recognize them كلمة recognize برضو من new vocabulary احنا قلنا chapter 7 فيه كلمات كتيرة جديدة يعني بنعتبر انه الاهم chapter بتاعتنا في الترمي التاني كلمة recognize معناها يتعرف على نكتب في كراستنا الكلمات الكتير اول اللي بناخدها النهاردة في chapter 7 على فكرة احنا بندرس مش الهدف ان احنا برضو بس لا ده احنا بنستفاد كمان ان احنا بناخد كلمات جديدة بيقابلنا structure كتير بنقوله برضو بنعرف الترتيب الاحداث بتاعت الاستوري بتاعتنا يبقى خدنا دلوقتي كلمة recognize نقولها مع بعض كده recognize بمعنى يتعرف على اكسل recognized them اتعرف عليهم throw pictures من خلال صور in his science books في كتب العلوم شايفين الصورة طبعا كلنا بتاعت حيوان المامث the professor was not afraid of the mammoth ما كانش خايف من حيوان المامث they saw a man who was about three meters tall رأوا راجل طوله اكتر من ثلاثة متر شايفين كلنا الصورة طبعا فيها المامث وفيها كمان the shepherd shepherd دا هو الروعي الراجل اللي شافوه هو طوله اكتر من ثلاثة متر they were frightened when they saw the shepherd كانوا خايفين لما شافوا الروعي who was looking after the mammoth اللي كان بيرعى حيوان المامث طبعا لما شافوا حيوان المامث they weren't afraid قلنا انهم ما خافوش طبعا what were they afraid of اللي خافوا منه خافوا من the shepherd الروعي who was looking after the mammoth اللي كان بيرعى حيوان المامث they decided to leave the shore very quickly and go back into the sea اول ما شافوا الشيبرد الرائعي الراجل طوله اكتر من ثلاثة متر دا طب لو سألني برضو وقال لي describe لو سألني مثلا قال لي describe the shepherd انا بحاول بسطط اجيبلكوا السؤال بالطريقة الصعبة شوية علشان نبقى متعودين عليها كلمة describe معناها صف يعني هو الطبيعي او السهل ان يقولك who was looking after the mammoth مين اللي كان بيرعى المامث حتقول له مثلا a tall man who was about 3 meters tall لكن لو قال لي describe ممكن طالبا ما يعرفوش معنا كلمة describe describe معناها صف او او صف يعني اقول له describe the shepherd اقول له he he was a tall man of about 3 meters tall طول حوالي 3 meter او اكثر كمان قلنا كمان he was looking after the mammoth كان بيرعى حيوان المامث he was looking after the mammoth المامث اوكي طيب يلا بقى نشوف مع بعض الاسئلة ايه اهم الاسئلة اللي ممكن تجيلي في شابتر سيفن طبعا انا احنا فصلنا الفصل نقطة نقطة وقدمنا حتى الكلمات بالراحة كده علشان خاطر الفصل الطويل شوية وفيه حاجات جيدة كتير يلا نشوف مع بعض الاسئلة بس ياريت نفس اسمع منكم الاجابة قبل ما نشوفها مع بعض على الشاشة السؤال الاول بيقول how far did they travel in the Leidenbrock sea in one day المسافة مشوها في بحرين بروك in one day في يوم واحد احنا قلناها في البداية ياطري مشوها ديه yes excellent 145 كيلومتر 145 كيلومتر how did hands try fishing in the Leidenbrock sea ازاي hands قرب السيد استاد ازاي عمل ايه عشان يستود نفتكر مع بعض كده احنا قلنا how did hands try fishing ازاي hands قرب السيد he tied a hook into the end of a rope ربط خطاف put some meat on it and threw it into the sea ياريت انا نذكرها زي ما هي انت عاوز مش عاوز تحفظ ما فيش مشكلة بقى انا عايزك في الاخر تديني المعنى بتاع الاجابة يعني لو دي طويلة شوية مش هتعرف تحفظها ما فيش مشكلة انت ممكن تقولها بطريقة تانية تسهلها على نفسك شوية تقول he used a hook استخدم خطاف مثلا او ممكن تقول he tied a hook into a rope and threw it into the sea يعني ممكن تختصرها بكذا طريقة what did hands catch hands study what did hands catch hands study he caught a strange fish that was extinct اتهد لها رأس مسطحة no tail and no eyes اوكي على فكرة السؤال ده في ناس يعني بنغير فيه كتير قوي يعني وضع الامتحان بيغير فيه كتير قوي يعني ممكن اقولها لك بكذا طريقة ممكن اقول لك what was strange about the fish ايه اللي غريب في السمكة هتقول نفسي الاجابة ممكن اقول لك مثلا describe the fish اوصف السمكة برضو هتقولي نفس الاجابة ممكن اقول لك مثلا how was the fish that hands caught extinct ازاي هي كتسبكة منقردة هتقول لي it was extinct because كذا كذا وتقول لي برضو نفسي الاجابة يبقى السؤال هي الاجابة واحدة بس ممكن اغير لك في السؤال بكذا طريقة how did the professor try to find out the depth of the sea ازاي البروفيسور حاول ان يكتشف the depth of the sea يعني عمق البحر طبعا عافين البروفيسور tried to measure the depth of the sea حاول ان يقص عمق البحر ازاي انا قلتلك ان هو ربط big axe to a long rope and through it into the sea رماها فين في البحر طب ايه اللي حصل يا طرى لما رمع الفاس دي في البحر it didn't touch the bottom of the sea ما لمسيتش قاع البحر طيب انا قلتلك ان الاسئلة في شابتر 7 بالذات بتبقى يعني انا ممكن لو عايز اصعب الدنيا عليك او لو عايز اختبر ذكائك ممكن بكذا طريقة ممكن اقول لك مثلا ايه how did you know that it was a deep sea ازاي انت عرفت ان البحر ده عميق اقول له because the pickaxe didn't touch the bottom of the sea لان الفاس ما لمسيتش قاع البحر اوكي لكن لو عايز يجب لك سؤال مباشر يبقى زي ما قدامنا كده حيقول لك how did the professor try to find out the depth of the sea طبعا هنقول he tied a pickaxe to a long rope and threw it into the sea what did they find when they pulled up the pickaxe يبقى حتى اكسل علق على الجزئية دي كان بيقول what monster ايه الوحش يا ترى الكبير ده his teeth make a mark in the iron of the big axe اللي سنانه تعمل علامة في ال iron iron ده اللي هو الحديد بتاع الفاس ازاي سنانه تعلم في الحديد بتاع الفاس what did the two sea monsters do ممكن يقولك الوحشين عملوا ايه they fought fiercely تقاتلوا بشراسة again they fought طب فوت معناه ايه احنا بنحب بالراحة كده نجاوب حتى العسيلة براحش حتى لو انت مش فيهم معنى الكلمة تعرفها كلمة fight خدتوها قبل كده بمعنى fight بمعنى يحارب او يقاتل الماضي بتاعها هو اللي قدامك ده كلمة fought ده they fought fiercely يعني تقاتلوا بشراسة يعني اتخنقوا مع بعض بشراسة and one of them was killed one of them was killed يعني واحد منهم قتل يبقى مرة تانية السؤال what did the two monsters do الوحشين عملوا ايه they fought fiercely and one of them was killed what was the fountain of water ممكن يقولك what was the fountain of water انا كتبتها لكو دلوقتي قلتلكو كلمة نبع ماء ساخن معناها geyser it was a geyser ولو عايزت تزود ممكن نقول it was a geyser on the leading proxy and we have a caller online statements قال الأدو مونة يا اسمه مع انهم مونة انا لونا علم هل كنت coupe صities لل�اج أشياء هل لديك أسئلة أسئلة؟ نعم، اذهب أين كانت السيئة التي لقد وجدت سؤال؟ جميل، سؤال جميل وخاصات أنه متعلق بحلقتنا من الهاتف أين كانت السيئة التي لقد وجدت سؤال؟ أه تمام طب عندك أسئلة تانية يا سالمة؟ اه، عندي واحد كومبليت وين اكسل فل هي بروك هز بس وين اكسل ايه؟ وين اكسل فل هي بروك هز بعد النقط وين اكسل فل اه هي بروك هز نقط، تمام كده؟ اه طب في أي أسئلة تانية يا سالمة؟ لا، شكرا طب إسماعي الإجابة معنا يا سالمة مرسي على فكرة السؤال التاني ده من الترمى الأول، مش من الترمى التانية يا سالمة السؤال الأول بتاع سالمة كان بيقول where was the sea which the professor had found؟ البحر كان فين اللي البروفيسور وجده، ده خاص بشابتر 7 اللي بناخده النهاردة it was under the earth's surface يعني تحت سطح الأرض أو ممكن تقول inside the earth under the earth's surface أوكي؟ طيب، دلوقتي أعزنا الطلبة والطالبات، فاصل قصير ونجعلوكم مرة تانية موسيقى ورجعنا لكم تانية أعزنا الطلبة والطالبات، ونكمل معاكم الأسئلة بتاعت سالمة كان فيه سؤال تاني لسالمة when axel fell he broke his dots أنا عايز أقول لكم أن أحيانا يعني ممكن واحد يحب يعمل أسئلة صعبة أو يعمل أسئلة ذكاء بالنسبة للطلبة فيجيب أسئلة ممكن ما تكونش من الترمى التاني يعني السؤال ده على فكرة من الترمى الأول when axel fell he broke his torch لما axel ويع he broke his torch الكشاب بتاعه انكسر داف كان في شابتر 5 في الترمى الأول لكن في الترمى التاني chapter 6 لحد ما درسنا دلوقتي اللي حصل لأكسل كله he was fainted أغمى عليه بس إمتى when he fell down أولا لما ويع في البقر his head he tarook رأسه اصطدمت بصخرة and was fainted وأغمى عليه لكن ما فيش حاجة انكسرت لكن ده كان طبعا من شابتر 5 في الترمى الأول هنكمل مع بعض الأسئلة بتاعتنا وده آخر سؤال في الopen ended questions why did they decide to leave the shore very quickly and go back to the sea ليه قرروا يصيبوا الشط بسرعة ويرجعوا للبحر because they were afraid of the giant shepard كانوا خايفين of the giant shepard من الروعي الضح طبعا احنا عارفين بيجي لنا نوعية تانية من الأسئلة في الامتحان سؤال complete بيقول complete the following to make meaningful sentences the giant animals they saw in the forest where dots not يا ترى the giant animals سؤال سهل جدا الحيوانات الضخمة اللي هما وجدوها where can it eat yes excellent they were mammoths they were mammoths في سؤال تاني بيقول on the other shore they found على الشاطئ الآخر لبحر ليدنبروك they found وجدوا ايه ترى they found bones of extinct animals and a skull of a human وجدوا عظام حيوانات منقردة and a skull of a human يعني جمجمة إنسان they were under the mercy على الفهر كلمة mercy معناها رحمة هنكتبها برضو من الكلمات الجديدة mercy mercy معناها رحمة they were under the mercy of the storm for ومعانا عبدالله من سهاج قالوا عبدالله how are you I am fine thanks عبدالله do you have any questions yes yes go ahead عبدالله انت بتتبع حلقاتنا عبدالله على طول ولا لا ايه بتتبع حلقاتنا اه what about your opinion ايه رأيك يعني في الحلقات بتاعتنا انتظر الله تمام اتفضل سؤالك عبدالله how long did the storm last yes how long did the storm lost did the storm lost did the storm lost تمام عندك اسئلة تانية عبدالله اه طب برضو go ahead اتفضل why did the axel سواني عبدالله why did the axel faint 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 صحي كده اه during the storm during the storm لي اغمع لي اثناء العصف تمام في اسئلة تانية عبدالله اه انت مجهز اسئلة كتير بعبدالله طب بتفضل go ahead ايه mom said that the grammar اه mom said that she was cooking she was cooking andyd in the kitchen تمام انا بحب اسئلة بحب اسئلة ال الربورت اسبيتش دي اوي عبدالله عشان انا بصراحة يعني طب طالب مين استخدم ايه الاول عبدالله mom said mom said اه تمام انا بصراحة يعني باشفك على الطلبة ان عندنا في اول التلم الثانى التلاث انواع بتوى الربورت اسبيتش طب بنشك عبدالله تابع معنا ونجاوب على سئلتك حالا السؤال الاول بتاع عبدالله كان بيقول العاصفة استمرت اللي جابها سهلة و بسيطة جدا العاصفة استمرت ثلاث ايام يبقى لو قالك العاصفة استمرت تقوله ثلاث ايام السؤال التاني بتاع عبدالله كان بيقول لأكسل أغمى عليه أثناء العاصفة أكسل 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 لأن قرأ من النار قرأ من النار قرأ من النار استدمت بالقارب everything يعني على فكرة ده من نص كتاب المدرسي بالضبط أنا بحب أن ما بجاوب بجاوب من كتاب المدرسي ده نص كتاب المدرسي مش شرط يعني احنا الانتابع معنا الجروب بتاع البرنامج أحيانا فيه أسئلة كتير أو في بعض الكتب بتلاقي يعني ممكن واحد يعمل سؤال يحاول أن يعمل سؤال ذاكي شوية السؤال نفسه بيبقى غلط لكن أنا بحب أجاوب من كتاب المدرسي أكسل قال لنا إيه في الكتاب المدرسي أكسل قال a pull of fire hit the raft everything was in blue flames in blue flames يعني كل شيء بقى مغطى بلهب أزرق هو ده سبب اللي خلى أكسل أغمى عليه أن everything was in blue flames كل شيء بقى متغطي قدام أكسل بلهب نار لهب أزرق so he was fainted طيب السؤال الثالث بتاع عبد الله كان سؤال grammar بيقول mom said that she was cooking in the kitchen عايزين نبدأ بmom said هنا هنرجع بجملة من report speech لdirect speech يعني من كلام غير مباشر لكلام مباشر عشان رجع لكلام مباشر هنقول mom said وحنرجع الأقواس نفتح الأقواس تاني وطبعا بنشيل كلمة ذات أنا هشتغلها معاكم بطريقة سهلة جدا كده عشان خاطر إيه أنا عارف أنه بقى صعب عليك أول أن أنت تدرس ثلاث أنواع إزاي تحولهم ل report speech وأجأ أقول لك تاني عايزك ترجعهم من report speech لdirect speech الكلام مباشر يعني الحكاية بتبقى صعبة شوي فحنقولها كده بالراحة يعني قد انتهالكم على فكرة في حال قبل كده في جدول وريتك إزاي تحول لكلام غير مباشر ووريتك إزاي ترجعها تاني لمباشر كانت في جدول أنا عملت له كده كان مع أنا الأستاذ ياسر إحنا قلنا هنا طبعا إحنا بنشيل كلمة ذات شي دي كان أصلها إيه يعني أنا قلت لك قبل كده كلمة شي دي إيه اللي بحولها لشي في الجدول اللي أنا كنت ورية تقول لك كانت I أو you يبقى أمام هنا بتتكلم عن نفسها هتقول I طب was cooking was cooking ده past continuous ما دي مستمر إيه اللي أنا قلت لك إن إحنا بنحولها past continuous ما دي مستمر المضارع المستمر أو I am cooking وكمل الجملة in the kitchen أوكي يبقى النافل طبعا الأخواس ومعانا دعاء من الاهلية هلو دعاء هوا ريو I am fine thank you يس دعاء أنت متابعة برنامجنا يس do you have any questions يس I complete 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 hands coat handsy hands coat 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 a fish yeah set excited only exist exist only as a noot as a as 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 anot a إحنا نقول إه أنا فكرت إذا كده عايزة I want to be ask you wanna be asked you wanna be asked أوكي نجاب سؤال الأول سؤال الأول وبعدين نسألك أوكي أوكي hands coat a fish that exist only as a fossil اللي عارفة كلمة فوصل معناها ايه لأ فوصل معناها حفرية او حفريات معايا دعاء يبقى هنز استاد سمكة exist that exists انا نسيت اسمها لش that exists only as a fossil يعني استاد سمكة بتوجد فقط في شكل حفرية على فكرة كلمة حفرية دي اللي هي the remains عشان شفتها برضو في الجروب بتاع البرنامج واحد بيسأل بيقول what is a fossil what are fossils fossils are the remains اللي هي بقايا of dead animals بقايا الحيوانات or birds بقايا الحيوانات او الطيور الميتة يبقى هو استاد سمكة بتوجد عندنا على وجه الارض as a fossil في شكل حفريات I'm going to ask you a question are you ready yes your question is دعاء طب هعملك سؤال تشوز كده دعاء سوفك هتجاوبيه ازاي where or where or when فكري كده يا دعاء this is the city in I was born who which where when where 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 anywhere where where which in which yep انت عارفة طبعا ان كلمة where بتساوي in which تمام كده دعاء في امتيها يعني انا ممكن اقول this is the city where i was born من غير in يعني انا لو استغنيت عن in دي هتبقى where زي ما انت قلت لكن انا طالما حطيت كلمة in اقول in which ممكن اسأل ري رايت ري رايت اوكي دعاء طب نشوف السؤال كده دعاء سريع كده what's your favorite على فكرة انت واضح ان المستواجه حلو دعاء بس انا عايزة تجاوبي السؤال ده عشان خاطر الطلبة كلهم يستفيدوا من السؤال ده بالذات عايزين نشوف اللي جاوة بتاعتك هتبقى what's your favorite sport تمام انا عايزك يا دعاء تستخدميلي آية مثلا مونا آية سائلت مونا شايفة السؤال يا دعاء what's your favorite sport آية السؤال ده بالذات على فكرة يعني انت لو جاوبتيه صح او اي حد هيجاوب السؤال ده صح يبقى هو يعني ده يعتبر اصعب حاجة بقى في الربورتت سبيتش هتبقى أنا آية آية آسقد تمام آية آية أسقد مونا مونا آية أسقد مونا آية أسقد مونا آية أسقد مونا آية أسقد مونا لا بصد السؤال قدامك الأول السؤال يقوله what is your favorite sport? what was your favorite sport? لا بصي انا عايزك تركيز كده دعاء يا اما انا اقولي اللي جابة على طول يا اما عايزك تركيز بالراحة كده وتجربي وتكتيبي عندك كده وتشوفي هتعمل ايه بزا we lost دعاء فقدنا لاتسال بدعاء طب نجاوب السؤال ده ايه اس دمونة انا لازم اكتب what what hair favorite sport was what hair favorite sport was طب جات ازاي بقى what hair favorite sport was الفاعل بتاع is والفاعل your favorite sport كلها هتبقى hair favorite sport على بعضها ده الفاعل وفي الاخر الverb هيبقى was يلا نرجع نكمل مع بعض عندنا السؤال كمان في الستوري they were under the mercy of the storm 4 فضلوا تحت رحمة العاصفة لمدة تدية ترى 3 days 3 ايام يلا بقى نشوف اسئلة انا كده غطينا تقريبا كل الاجزاء المهمة بالنسبة لشابتر 7 الكلمات والاسئلة وشوفنا اهم اسئلة فيه يلا نشوف السؤال نراجع بقى على الجزء اللي خدناها لحد النهاردة خدنا 3 units 3 units وخدنا 2 chapters سؤال الريت اول سؤال عندنا بيقول she bought an expensive mobile phone use which يلا بقى كده انا عاوز بقى الطلبة الشطار تتصلوا بنا طبعا تليفون البرنامج موجود قدامكم اتصل بنا حاول تجاوب معنا الاسئلة دي اول سؤال خاص بالريلاتف بروناونس بالضمائر الواصل she bought an expensive mobile watch اشترت موبايل غالي عايز استخدم كلمة which مين يعرف يستخدم كلمة which she bought an expensive mobile phone يعني هي اشترت موبايل غالي عايز استخدم كلمة which ومش هبدأ بيها انا هستخدمها كضمير واصل طيب علشان استخدم كلمة which في الجملة دي لازم اعملها في شكل sentence دايما الريلاتف بروناون لازم يكون في شكل sentence expensive mobile دي صفة وبعديها اسم فانا لازم ابدأ لازم اجيب which اقول which ايه الاجابة هتكون نفكر كده شوية طب نشوف مع بعض الاجابة she bought a mobile phone which was expensive she bought a mobile phone which was expensive طب I don't eat much meat انا ما باكلش much meat use little طالب مني استخدم كلمة little طبعا انتخذتوا countable and uncountable nouns الاسماء اللي تعد والتي لا تعد دي كانت فيونت 12 عندي جملة فيها much وطالب مني استخدم little معنا احمد من القاهرة هلو احمد هلو هلو احمد احمد هلو هلو how are you i'm fine do you have any question عندك سؤال يا احمد اي اسئلة no i want to be asked you wanna be asked بتعرف تجاب السؤال قدامك على الشاشة دلوقتي يا احمد بيقول i don't eat much meat عايزني استخدم little 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 بتقول i don't eat much meat جملة بسيطة خالص وطالب منك تستخدم كلمة little اوكي هتبقى i eat little meat اكسلانت ممتاز يا احمد i eat little meat اوكي i eat little meat طب نشوف سؤال تاني برضو يا احمد اوكي طب الجملة دي بتقول that man الراجل ده carried my heavy bag هو شال شنطتي use who عايزك تستخدم who برضو as a relative pronoun كضمير واصل that is the man who carried my heavy bag اكسلانت يا احمد انت ممتاز يا احمد that is the man who carried my heavy bag طيب طب يا احمد انا عندي سؤال لك بقى هكتب لك انا سؤال هتشوف كده هتجاوب السؤال ده ازاي اوكي اوكي طب عندي جملة بتقول يا احمد اوكي 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 زورت المعبد انا حقيقت تحية جميل ده اوكي 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 انا حقيقت تحية جميل ده اوكي 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 ده بقى عايز الناس فاهم يعين اكسلنت يا احمد انت ممتاز جدا يا احمد بسم الله ما شاء الله بحييت جدا يا احمد طبعا سؤال صعب بس انت هايل هنا عايزين نقضحها لزمائلك كده يا احمد يعني فيه ناس قاعدة ذلك بيقول لجوابها للي تعرف تقول لزمائلك كده لي في التمر إذا نتعامل معها على زن الجمهات نمش مكان عشان بنقول بعدها عن مكان نحن قد ايه تمام طب لو انت اذا تريد تساعد زمايلك شوية حتشرح لهم بطريقة اسهم يعني في الامتحان يتعامل معها ازاي فهمها ازاي يعني يعني ايه انت ممكن تساعده بطريقة اسهل من كده انت ممكن تقوله انت عندك هنا was the verb فبالطريقة دي المفروض ان انا استخدم كلمة which بنشكرك جدا انت واضح انت ممتاز ومنحييك طبعا على اجابتك الهيلة احمد جواب السؤال اللي كان معنا دولاتي كان بيقول that man حتى بقى اللي جابها that is the man who carried my heavy peg في سؤال تاني بقول how much tea do you drink طالب منك تستخدم cups طبعا سؤال مشهور وموجود كتير جدا واكيد كلكم حلتوا وعارفين الاجابة بتاعته بس فكر شوية وشوف هترتب الجملة بتاعتك ازاي السؤال بقول how much tea do you drink عايزين نستخدم كلمة cups كلمة cups معناها فناجين احنا انا بحاول اركز شوية كده على الوقتي على الاسماء التي تعد والتي لا تعد لان احنا رجعنا كتير ال report speech كلام مجبير مباشر هنستخدم كلمة cups معنا كده انه عايز نحول الجملة خد بالك انه عايز نحول الجملة هحاول الاسم اللي عندك من countable nouns ل uncountable nouns هحاملها من اسم لا يعد الى اسم يعد احنا الى صلاة اتخiers الا send me복 احنا السلمة حسنا محلو سلمة انا احنا سلمة سلمة ممكن نواطي التلفزيون بس بسيط سلمة عشان تسمعينا كويس اه اوك سالما السؤال اللي معنا دلوقتي يقول how much tea do you drink طالب مننا السؤال بكلمة كبز how can I use cups in this sentence uh... uh... كبز it's accountable now so you'll use me so it will be how many cups of tea do you drink yeah so we will say and all how many cups of tea do you drink yes excellent how many cups of tea do you drink here we changed uh... tea into a countable noun طب انت عارفة حكاية التحويل من the uncountable noun دي بنسميها ايه يعني كلمة cup زينع بنسميها ايه بنسميها حاجة اسمها partitives برضو عشان زمالك يعرفوها معنا كلمة partitives دي اللي هي الفاظ التجزئة الفاظ التجزئة اللي انا بقسم بيها يعني باجي على كلمة meat اقول piece of meat او slice of meat كلمة تي بقسمها بقول cups of tea وهكذا بنشكرك جدا يا سالمة على مشاركتك معنا في البرنامج ونرجع تاني لأسئلتنا السؤال بيقول كلمة كلمة احنا برضو درسنا how to ask about opinion ازاي نسأل عن الرأي how to give opinion ازاي يقول رأي how to agree ازاي يوافق and how to disagree عشان اسأل عن الرأي بس تقدم كلمة what do you think of what's your opinion عشان اقول رأيي في حاجة i will say i think بلا 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 وأكمل كلامي او in my opinion لو ما يكون حوافق على رأي واحد يعني مثلا الواحد بيقول لي الاهلي is better than زمالك الاهلي افضل من زمالك فانا ارد اقول i agree مثلا انا اوافق او لو انا مش حوافق اقول i disagree طب نشوف الجملة بتاعتنا جاية في شكل الرايد بيقول i think hala is a nice girl وعيزنا نستدم كلمة opinion يا طرح هنقول ايه الإجابة نقول in my opinion hala is a nice girl اوكي يبقى شيئنا i think وحطينا in my opinion mona needs five kilos of rice heba needs two kilos and we are requested to use less less عايزنا نستدم كلمة less اوكي عايزنا نستدم كلمة less ازاي هستدم كلمة less يا طرح عندي five kilos واحدة محتاجة five kilos خمسة كيلو وهيبة needs two kilos وهيبة محتاجة two kilos عايزنا نستدم كلمة less فحنقولي الإجابة مع بعض تبقى heba needs less rice than mona وعايزنا طالب التقربات الشهاد ايضا قدبنا لكم شابتر 7 وحاولت اعمل لكم مراجعة سريعة على أهم أجزاء الجرامة درسناها لحد دلوقتي في منهج الترمي التاني بنشكركم جدا وبندعوكم للمشاركة في برنامجنا مدرسة على الهواء على الهواء دائما وبرضو على جروب البرنامج على الفيسبوك مدرسة على الهواء ابتدائي واعدادي وما تنسوش عندنا النهاردة تكريم للطلب الأوائل في الشهادة الاعدادية ان شاء الله بعد الحلقة مباشرة بنشكركم شكرا للمشاهدة 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 المشاهدة للمشاهدة 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 بحياتك تتهنى هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوي دنيتنا مبروم مبروم هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا